السلام عليكم ورحمة الله. بهذا الفيديو راح ناخد درس تركي للصف الاول. اخذنا الحرف هذا نحن ما زلنا بحرف ا ا شوفوا شو حطي اللي هون اسباناك اسباناك ا شو حطينا هاد اسباناك سباناك يعني. حلق راح نحل التمارين الخاصة بحرف الا. السؤال الاول كلم العادي عن ست صور. بدنا نشوف ايه فيهن ا ايه ما فيهن ا اول وحدي هاد هاد اليارقة او الحشرة الصغيري بتصير فيما بعد الكلابك بتصير فراشي يعني. ااا. تر تل. تر تل. فيها ا فيها ا ا ا وم ارتين اطر تل. انا كنتمiy внимي намر بشكل فعله ينادي بالكتاب هذا فيها او. ي يMLTZ فيها كمان اكي ا. تمام. كلابك. بالفراشي هاي. كلابك. فيها او كلابك إذن ما فيه أ برابو عليكم إذن هاي ما فيه أ هون عنا الإينيك بقرة فيها أ برابو كمان ما فيه أ هون عنا العلاق التياب اسمها أس ك أس ك فيها أ برابو إذن فيها أ هون عنا اللفة هي واللفافة بيحطوها على الرقبة مشان البرد شو قلنا اسمها أط ك أط ك دم فيها أ برابو عليكم هون ما فيه شيء هون معلمونا على حرف الأ بحطيلي هذا السرطان البحر هذا اسمه رح أكتبكم اسمه هون من شو ما تنسوا حاولوا تقرؤوا قد ما بتعلموا كلمات جديدة بكون أحسن بصير قراءتكم أحسن إستاكوز إستاكوز هذا اسمه إستاكوز هذا الحيوان من شان هيك عفوا إي شوفتوا شو عم أقول أنا إي خربطت هو أول حرف شو إستاكوز إستاكوز تمام؟ بدنا ما نقوله إستاكوز نروح لهون على الهجايات خلينا نكبرها شوي شان نعرف إنه الجي مزبوط إستاكوز إستاكوز مروح البعض 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 يعني كطل. طرطل. طرطل هي الدودية اللي مرت معنا أول شيء. أول الدرس. طرطل. آخر شيء عندي آكن. هو آكن اسم صبي. كولاك لك. كولاك لك. كولاك قلنا بالدرس الماضي قلنا كولاك إذن. وكولاك لك السماعات اللي من حطها بالإذن. آخر شيء عندي هالصفحة هاي من ترجمة عالسرية. آكن أويونا كطل. يا آكن نضم لللعب. نضم معنا. تعالعب معنا يعني. آكن أويونا كطل. إطر إلق أي ران. آلن. يا إطر إلق أي ران آلن. جبلة أي ران آلن. آلن. إلق يعني دافة. جبلة سنيني دافة. يعني كونا عدي مي كونا باردك تير. إر كين. إر كين بكير يعني. إر كين ياتن. يعني نامو بكير. إر كين كال كن. فيقو بكير. دان نامو بكير فيقو بكير. هون بعدين عالنا الجملة الأخيرة. ران آلتن تاكن تاك. يعني يا ران البسي تاك تاك. البسي الطوق. طوقيك الذهب. يا ران البسي طوقيك الذهب. طيب. آخر شي عندي هالنص هذا. تر طل. هالحيوان هذا الشايفينه هون الصغيرون. أقن. يا أقن يعني. تر طل تاني. تعرف على التر طل. مينك زغير. مينك آياك ل. آياك رجل. آياك ل. تر طل. يعني عند رجلين زغار. نامو بكير. تطل 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 تطل. يعني عنده تي تي ريش. بس عنده ريش كتير كتير ناعم وكتير حلو. كتير حلو. تطل تي تي ل تر طل. تر طل أكين لري يير. أكين زراعات النبتي بشكل عام. أكين لير النباتات. أكين لري يير. يعني بتاكل النباتات. يا تر طل بتاكل النباتات. بتاكل محاصيل يعني. ما بتخلي شي. ما بتوفر شي. بتاكل كل الورق. كتر كتر يير. كتر ما لا معنى. يعني صوت صوت القرط صوت القرط حش 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 قرط. مو هيك. لو واحد بيحط تمو شغلي بتنقرة قرط. مثلا حبة في الزوق أو أي شي. صوت القرط بنقوله كتر 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 يير. يعني كله اللي بتاكل بصوت مع صوت القرط. هيك بكون خلصنا التمارين الخاصة بحرف ال ا. لحد الآن. إذا بتنتبهوا أنا رح أنبع شغلي هون. مثلا هون عندي أنا. الستة أو المجموعة اللي أنا عندي يهلق هون. عم يحطولي كل حرفين مع بعض. كل حرفين مع بعض. حلق هذا الحرف ا. مثلا. حلق نحن أخذنا التمارينه. ممكن يكون الس فيه إلى تمارين. ال ا. بس ما رح أحسن أعطيها. لأنه التمارين الاسة موجودة بعدين رح يعطوني او رح ناخد او شي حرف هاد. بعدين ناخد التمارين الخاصة بالحرفين مع بعضهم. تمام. يعني ممكن تضل صفحة او صفحتين مناخدهم بعدين. لماذا؟ لأنه فيهن هذا الحرف يلي نحن هذا الحرف يلي نحن اسة ما أخذنا. كذلك الأمر مثلا هون. عندي هذا الحرف وعندي هذا الحرف. عندي اس وعندي اب مثلا. رح ناخد حرف الاس. ناخد تمارينه. ممكن يضل من حرف اس اسة في تمارين. نمتركها لبعدين لأنه رح يكون فيها. لأنه رح يكون مشتركي بين تمارين الاس وتمارين الاب. تمام؟ إن شاء الله تعالي يكون حسنت أني نوصيكم الفكرة. إذن ممكن يكون هلق ضل تمارين لحرف ال ا. بس ما رح نحسن نعطيها هلق لحتى ناخد الحرف اللي بعده اللي هو ال اد. تمام؟ إن شاء الله تعالي يكونكم فهمت علينا. ربي يحميكم ونفقكم جميعا. السلام عليكم ورحمة الله.